احذر أن ينتهي ليلة النصف من شعبان وأنت لم تقرأ هذه الصورة ستكون من الخاسرين لا تترك الشيطان يمنعك عنها اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تركت لنا فيه قدوة حسنة وأوصانا بتوحيدك وطاعتك وعلمتنا كتابك المبين وسنة نبيك الكريمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأدخلنا اللهم بشفاعته العظيمة جنات النعيم واجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين اللهم آمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم في قناة روحانيات وأسرار مع أحمد ستون نقدم لكم في هذه القناة محتوى ديني مميز يسعى لتقديم الفائدة والإلهام لكم أما بعد أحبائي في الله بفضل الله تعالى في هذا اليوم العظيم قبل ليلة النصف من شهر شعبان بفضل الله تعالى افعل هذه الفائدة واقرأ هذه الصورة فاحذر أن تنتهي ليلة النصف من شعبان وأنت لا تقرأ هذه الصورة وبفضل الله تعالى سترى البشارة والخير ولا تترك الشيطان يمنعك عن قراءة هذه الصورة اقرأها فسترى الخير والبشارة فإن ليلة النصف من شعبان ليلة عظيمة فاسعرعوا بقراءة هذه الصورة وبفضل الله تعالى سترى البشارة والخير والرزق ويزيل الله عنك الهم والحزن ويزيل من بيتك الحزن ويجلب لك السعادة والرزق فاسعرعوا بقراءة هذه الصورة وكثرة الصلاة على المصطفى صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء إن ليلة النصف من شعبان هي ليلة مباركة في الإسلام وفضلها مسكور في القرآن الكريم والسنة النبوية في القرآن الكريم لا توجد آية محددة تشير إلى فضل ليلة النصف من شعبان ولكن هناك أحاديث نبوية تشير إلى قيمتها الروحية والعبادية من السنة يقال أن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان يعظم شأن ليلة النصف من شعبان ويقوم فيها بالعبادة والاستخفار ومن الأعمال المستحبة في ليلة النصف من شعبان أولا الصلاة والذكر والاستخفار ثانيا كراءة الكرآن الكريم والتفكر في معاني ثالثا الصدقة والتصدق على المحتاجين رابعا سيوم يوم النصف من شعبان خامسا الدعاء والتضرع إلى الله بالخير والمغفرة وللاستعداد لهذه الليلة المباركة أولا تحديد النية والاستعداد الروحي ثانيا القيام بالطاعات والعبادات المستحبة في هذه الليلة ثالثا الاستخفار والتوبة من الزنوب رابعا التفكر والتأمل في معاني الدين خامسا الاستعداد البدني والنفسي للقيام بالعبادات وكل عام أنتم بخير ومن الأمور التي يمكن أن تفعلها قبل ليلة النصف من شعبان استعداد لهذه الليلة المباركة قبل ليلة النصف من شعبان يمكنك القيام بعدة أمور للاستعداد لهذه الليلة المباركة كالاستخفار والتوبة من الذنوب والتضرع إلى الله بالمغفرة والصلاة والتزبيح والذكر وتلاوة القرآن الكريم التصدق على المحتاجين وصدقة الجارية تحديد النية لقضاء الصيام يوم النصف من شعبان وتنظيف القلب وتصحيح النية والتوبة الصادقة هذه الأمور تساعد في تحضير القلب والروح لاستقبال هذه الليلة المباركة بأفضل حال إن ليلة النصف من شعبان تعتبر ليلة مباركة ومليئة بالروحانيات والأسرار في الإسلام من بعض الروحانيات والأسرار التي تعتقد وتحكى عنها في هذه الليلة أولا تسامح النفوس وتصفية القلوب من الحقد والبغضاء ثانيا كبول الدعاء والتوبة والاستغفار ثالثا إفشاء الرحمة والمحبة والتآخي بين الناس رابعا الانتباه إلى العبادة والقرب من الله بالطاعات خامسا تحقيق الاستقامة والإصلاح الذاتي تلك الروحانيات والأسرار تعتبر من القيم العظيمة التي تعين على استقبال ليلة النصف من شعبان بروح متجددة وقلب خاشع ومن الأعمال التي كان يعلمها لنا رسولنا الكريم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة المباركة كان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في ليلة النصف من شعبان يقوم بالعديد من الأعمال الصالحة منها أولا قيام الليل بالصلاة والذكرى والاستغفار ثانيا الدعاء والتضرع إلى الله بالمغفرة والرحمة ثالثا كراءة الكرآن الكريم وتدبر معانيه رابعا سيوم يوم النصف من شعبان خامسا تحسين العلاقات الاجتماعية وتوفير المساعدة للمحتاجين وإذا أردت التعرف على هذه الصورة التي تقرأ قبل ليلة النصف من شعبان فاترك تعليق بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وإذا كنت زائرا لهذه القناة لأول مرة فنرجو منكم أحبائي في الله أن تتركوا تعليقا بالصلاة على المصطفى وأن تشتركوا معنا في القناة وبفضل الله تعالى سترى الخير والرزق وأكمل الفائدة واسمع هذا الفيديو حتى النهاية فسترى الخير والبشارة ويفتح الله لك جميع الأبواب المغلقة بعد أن تكون طاهر الثياب والبدن ثم تتوضأ وتحسن الودوء ثم تصلي ركعتين بنية أن يفتح الله لك الخير وما تشاء فضعه في نيتك واستفتح الفائدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة تريد وأفضل الصيغة هي الصلاة الإبراهيمية وبأي عدد شئت وأنت جالس مستقبل الكبلة الشريفة في أي وقت تريده في أي وقت تريده سواء في الليل أو في النهار وبفضل الله تعالى سترى البشارة بعدها ثم بعدها بفضل الله تعالى بعد أن تصلي على الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن ضاق الحال في عيش تكابده واستفحل الهم وانتابتك أتراح فافرغ إلى الله في ذكر تردده إن القلوب بذكر الله ترتاح كم من قلوب ظننا لنفراج لها حتى رأينا جليل الهم ينزاح فاصبر لربك لا تيأس فرحمته للخلق ذل وللأيام إصباح كل باب وإن طالت مغالقه فإن الصلاة على المصطفى مفتاحه أشهد أن لا إله إلا الله توكلت على الله في رزقي فصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فتبدأ هذه الفائدة بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم بأي عدد شئ ثم بعدها تقول استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه سبعين مرة ثم بعد ما تستغفر بهذه الصيغة اقرأ هذه الصورة العظيمة وهي اقرأ هذه الصورة العظيمة وهي صورة الإخلاص تقرأها عدد 113 مرة تقرأها ثم بعدها تقرأ صورة الزلزلة تقرأ صورة الزلزلة ثلاث مرات بعد أن تنتهي من قراءة صورة الإخلاص 113 مرة وتقرأ صورة الزلزلة ثلاث مرات قول اسم الله تعالى المغني 21 مرة ثم بعدها تختم بهذا الدعاء ارفع يدك إلى السماء لرب العالمين وقل هذا الدعاء مرة واحدة ربنا نحمدك ونثنى عليك نستغفرك ونتوب إليك اللهم ارزقنا من فضلك الواسع رزقا حلالا طيبا واجعل لنا في كل ديق مخرجا ومن كل هم فرجا واستجب لنا في تحقيق أمانينا وتمكين حاجتنا والبسنا ثوب الصحة والعافية واجعل لنا في كل شيء خيرا وبركة وتوفنا على الإيمان ونحن رادون مقتنعون بقضائك واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا واجعل الجنة ضارنا ومأوى نهايتنا اللهم آمين اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلوبنا على دينك وعنا على طاعتك وارزقنا حسن الخاتمة واجعل ليلة النصف من شعبان لنا ليلة مباركة متقبلة واجعلها لنا فرحة وسرورا وارفع عنا البلاء والمحن واخفر لنا زنوبنا وتقبل توبتنا واجعلها لنا ليلة تملأها البركة والنور والسعادة اللهم آمين اللهم بحق ليلة النصف من شعبان أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما بعدها وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما بعدها اللهم اجعلنا من الذين يستغفرون في هذه الليلة ويتوبون إليك اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أنزلت عليه الكتاب وجعلت له الأمة والذي أرسلته رحمة للعالمين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة الكرامة وعن التابعين وعن أدباعهم بإحسان إلى يوم الدين وارزقنا اللهم حسن الخاتمة معهم واجعلنا من أهل الجنة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في دار الخلود برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي تركت لنا فيه قدوة حسنة وأوصارا بتوحيدك وطاعتك وعلمتنا كتابك المبين وسنة نبيك الكريمة اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وأدخلنا اللهم بشفاعته العظيمة جنات النعيم واجعلنا من أهل الجنة يا أرحم الراحمين اللهم آمين أحبتي في الله فأخلصوا النية وأنتم تفعلوا هذه الفائدة وأخلصوا الدعاء بفضل الله تعالى سطروا الخير والبشارة والسعادة ونسألكم الدعاء بظهر الغيب أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرحم من أعانى على نشر هذا الفيديو وأن يوسع رزقه وأن يقضي دينه وأن يعزه من الفقر وأن يكفيه بحلاله عن حرامه وأن يكفيه بفضله عن من سواه وصلى اللهم على سيدنا محمد على آله وصحبه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمتم في خير